شارك المتشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية والمنعقد في مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا وخلال كلمته في المؤتمر المنعقد تحت عنوان تعليم إفريقية يواكب القرن الحادي والعشرين أكد جبالي أن التحديات العالمية تفرض على القرنة الإفريقية سعي الحفيث نحو تحقيق أهدف التنمية المستدهمة مشيرا إلى أن مصر قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الإفريقية كما أشار إلى أنها خصصات منحا للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات اشتركوا في القناة